بيبدأ المسلسل مع عائلة كيرن واللي بيكونوا متخصصين في تجديد المنازل القديمة وبيعها وبتكون الأم إيلينور هي مهندسة التصميم أما الأب هيو فبيكون هو المقاول وبيبقى الشغل الخاص بيهم بيضطرهم إنهم يعيشوا في البيت اللي هيعيدوا تصميمه وتجديده وبيكون هيو هو وإيلينور عندهم خمس أطفال وهم ستيفن وشيرل واللي بيكونوا الأكبر أما ثيودورة ونيل ولوك فبيكونوا الأصغر وبيبقوا قريبين من سن بعض وبتتنقل عائلة كيرن البيت جديد واللي بيكون اسمه بيت الهيل أو هيل هاوس وبيبقى البيت مش مسكون من سنين طويلة جدا وبيبقى كمان بعيد عن المدينة وفي وسط الغابة لكنه بيبقى بيت ضخم جدا وفي عدد كبير من الغرف واللي لو قدرت عائلة كيرن تبيعه هتبني بعده بيتها الخاص بيها عشان يستقروا أخيرا ويعيشوا حياتهم في المكان اللي يحبوه لكن بتبقى نيل وثيودورة هما أكتر طفلين بيشوفوا أحلام وخيالات مخيفة في البيت وبتبقى نيل طول الوقت بتشوف قدامها شبح لبنت كبيرة براس ملتوية وبيبقى بيحاول والدها كل يوم انه يطمنها لحد ما بيخالها تنام وبتعدى الأيام وبتصحى نيل فجأة من النوم ويبتتخالي مع أختها شيرل اللي بتكون في القضة التانية بتتهمها انها خبطت على الحيط عشان تخوفها لكن شيرل بتنكر انها عملت كده وبتقول انها أصلا كانت نايمة وفجأة بيسمعوا هما الاتنين صوت خبطة قوي بين الجدران فبيصرخوا بقعلى صوت وبيجي والدهم يهديهم وبيشرح لهم ان نظام الصرف في البيت قديم جدا وان احيانا الأنابيب ممكن تعمل أصوات قوية لكن بيفضل الأطفال خايفينهم حاسين ان البيت اللي هما فيه غريب ومخيف وفي يوم بيبقى الأطفال كلهم بيلعبوا برا البيت وبيبقى لوك قاعد لوحده وفجأة بيشوف بنت وقفة وسط الشجر فبيقرر انه يرسمها وبيشوف ستيفن الرسمة واللي بيفتكر انها مجرد صديق وهم اللوك وبيبقى الأطفال قدروا يستكشفوا كل الغرف الموجودة في البيت وده ما عادة غرفة واحدة بس واللي بيكون بابها بلون الأحمر وبيبقى الأطفال كلهم عندهم فضول يدخلوا لكنهم مش بيكونوا لقين مفتاحة وبتلاقي شيرل ونيل أكتر من مفتاح لكنه مش بيكون خاص بالغرفة وبنروح لآخر يوم لعالة كرن في البيت في الوقت اللي بيكون فيه يو في قمة خوف والسبب مش معروف وبيدخل فجأة غرفة ستيفن وبيطلب منه يهربوا من البيت مع بعض وما بيكونش ستيفن فاهم حاجة لكنه بيسمع كلام والده وبيظهر ان والده خايف من حاجة في البيت وبيقفل الباب أول ما بيسمع صوتها بيقرب وبعد شوية بيفتح الباب وبيشيل ستيفن وبيطلب منه يغمض عينه وبيركبوا سوى العربية واللي بيكون فيها باقي اخوة ستيفن وما بيكونش ناس غرق لنور وبيسأل الاطفال والدهم عليها لكنه مش بيرد وبيتحرك بالعربية بسرعة جدا وبيفضل الاطفال يعياته على والدتهم فبيقول لهم والدهم انها مش ممتهم الحقيقة وبيمشي وبعد فترة بيعرف الاطفال ان والدتهم ماتت منتحرة وبتبقى الشرطة عايزة تستاجه بيوق اطفاله لكن هيو بيرفض ان الشرطة تتحقق مع الاطفال ومش بيكون عايزة يسبب لهم اي قزة او حتى يسيبهم يتخيلوا اللي حصل لولدتهم وبيقرر كمان انه يحتفظ بالبيت في شرط ان ما فيش اي حد يسكنه او يعيش فيه غير عالة دود واللي تبقى قسرة عايشة في بيت في الغابة وبيبقى بيتهم هو اقرب بيت لعالة كيرن وبيتعد السنين وبيكبر الاطفال وبيظهر توتر العلاقة بينهم وبين والدهم وده لانهم ما بيكونوش لقين تفسير لموت والدتهم وبيبقى كلهم بيلوموا والدهم على انه رافض يقولهم الحقيقة وبنروح لحياة كل طفل من الاطفال الخامسة وبيبقى ستيفن اشتغل ككاتب للروايات الخيالية والمرعبة وبيبقى بيدور على القصص الحقيقية اللي حصلت مع الناس عشان يحكيها في رواياته اما شيرل فبتكون اشتغلت كطبيبة شرعية وبتبقى مسؤولة عن تشريح جسس الموتة وتحنتها وتجهزة للجنائزة وبتبقى بتملك مع جزها دار خاص للجنائز اما لوك فبيبقى مقيم في مساحة للإدمان تحت رعاية اخواته ستيفن وشيرل اما نيل فبتبقى تجوزت لكن بيظهر انها عايشة لوحدها في مكان بيد عن الكل واخيرا ثيدورة اللي بتبقى بتشتغل كطبيبة نفسية وبتكون عايشة في بيت مجور لختها شيرل وبنروح لستيفن اللي بيبقى مع واحدة بتحكي عن الحادثة اللي حصلت لجزها وعن شبح واللي بتشوفه كل يوم بالليل ويا نايمة وبتعبر عن اعجابها بكتاب ستيفن واللي بيكون اسمه The Hell House وبيبقى بيحكي فيه عن اللي حصل مع اخواته في بيت اهليل وبتسأله الست اللي هو فعلا شاف اشباح في بيته فبيقولها ستيفن انه عمره ما شاف اشباح لكنه عنده قدرة ينقل احاسيس الخوف والرعب اللي بيحس بها الانسان وعشان كده يدر ينقل احاسيس اخواته اللي بيدعوا رؤيتهم للاشباح لكنه في الحقيقة بيعترف انه مش بيقومن اصلا بيها وبتستغرى بالست جدا وبتبدأ تحكي قصة موت جوزها وبتبدأ القصة في ليلة ممترة بيعمل فيها زوجها حدثة بالعربية وبيقع من عالتال لكن اللي حصن حظه بتفضل العربية متعلقة بين الشجر وبسبب ايده المكسورة ما بيقدرش جوزها ان يعمل صوت بالعربية وما حدش بيعرف مكانه وفي وصل الشجر بيفضل زوجها ايام من غير نجدة وبيموت وهو متعلق وبعدها بتكمل وبتقوله انها من بعد وفاة زوجها وهي بتشوف شبح جوزها وهو متعلق في العربية والمطر بينزل من حواليه انه يباد في غرفتها لمدة ليلة وبيحط الكاميرا بتشتغل بالاشعة تحت الحمراء عشان يكشف عن وجود اي جسم غريب وفجأة بتجيره مكالمة من اخته نيل لكنه مش بيرد عليها فبتتصل نيل بشير لكنها برضه مش بترد عليها وبعد شوية بتبص شيرل على الموبايل وبتلايها رسالة صوتية من نيل بتطلب منها تتصل بيها او تخلي ستيفن يرد عليها وده لانها قلقان على لوك فبتحول شيرل انها تكلمها لكن بتلايه موبايلها مقفول فبتتصل بستيفن وبتتخانق معاه لانه مش بيرد علي اخته عشان كمان مش مهتم بلوك اخوه وبتفكره انه الاخ الكبير وللمفروض يخلي باله منهم كلهم فبيعتذر لها ستيفن وقبل ما يبرر موقفه بتقفل شيرل المكالمة في وشه في الوقت ده بتبقى ستيودورة بتستمتع بوقتها في حانة وبعد ما بتخلص بترجع البيت وبتقعد مع اختها شيرل اللي بتحكي لها ان نيل اتصلت بيها لكنها ما شافتش الموبايل ومش عارفة توصلها فبتقولها ستيودورة ما تهتمش وده لان كل واحد لازم يشيل مسئولات نفسه وبنروح لنيل اللي بتبقى قاعدة في عربيتها وبتتصل بوالدها الساعة 3 بالليل وبتسأله لو فاكر شبح البنت اللي راسها ملتوية اللي كانت بتشوفها في طفولتها وبتحكيله انها رجعت تطردها من تاني فبيحاول والدها يهديها وبيطلب منها تروح بيت اي حد من اخواتها وبيقفل المكالمة وبتظهر نيل وهي واقفة قدام هي الهاوس وبيتصل هيو بستيفن وبيطلب منه ويرجع بيته عشان نيل لكن ستيفن ما بيهتمش وبيقوله انه عنده شغله وبيقفل المكالمة فبيقرر هيو انه يروح بنفسه عشان يقابل بنته وبيكون خاف جدا وفي نص الليل بيحس ستيفن بقطرات الماء على وشه فبيقرب اكتر من السقف لكن فجأة بيسمع صوت العربيات فبيتخض جدا لكن بيلاقي انها حد سعدها في الشارع وبينام ستيفن لكن فجأة بيصحى الاربعة اخوات كلهم في وقت واحد وهم مغدودين وبتقول شيرل اول ما بتصحى جملة غريبة وهي ان نيل دخلت الغرفة الحمرة وفي تاني يوم بيصحى ستيفن من النوم وبيكتشف ان كان فيه فتحة في السقف مش اكتر وانها سبب تسريب الماء وبيقول لصاحبة البيت ان الشبح لشافته ومجرد خيال وده لان عقلها بيتمنى انه كان يساعد زوجها ويمنع موته بأي طريقة او لانها بتتمنى تشوف زوجها وعشان كده عقلها بيوهمها انه لسه موجود وبعدها بيقرر يمضلها على الكتاب الخاص بيه وبيكتبلها على رسالة وفجأة بيبص على الكتاب وبيفتكر ذكرياته في اليوم اللي كتبوا فيه وبنرجع بالزمن بعد كتابة ستيفن للكتاب وساعاتها قرر يبعتوا لاخواته الاول عشان ياخدوا رأيهم فيه لكن شيرل بتكون الوحيدة المعترضة وده لانه مبين انه والدتهم كانت مجنونة وبتقولوا انه كل اللي كان بيحصلهم في البيت المفروض انه سر وما ينفعش حد يعرفه وبتهدده انه لو نشر الكتاب فالضريبة اللي هيدفعها هيخسرتها ومع ذلك بيظهر ان ستيفن نشر الكتاب وده لانه كان عليه ديون ومحتاج فلوس وبيفوق ستيفن من ذكرياته وبيقرر انه ينشر قصة الزوجة على الرغم من انه ما شافش حاجة وبيبلغ انه هيبعت لها كل الاسئلة اللي هو محتاجها منها وبيرجع ستيفن البيت وهناك بيتفاجئ بلوكو اللي بيبقى يارب من المصاحة وبيبقى مع الكاميرا والايباد الخاصين بستيفن وبيظهر انه كان بيسرقهم عشان يقدر يشتري مخدرات وبيشوفوا ستيفن فبيحاول انه يتعامل مع الموقف بهدوء وبيطلب من لوك يدي الكاميرا والايباد وياخد 200 دولار فبيعتذر له لوك وبياخد الفلوس وبيمشي وبيطلع ستيفن لشقته واللي بيبقى بابها مكسور بسبب لوك وفجأة بيشوف نيل قدامه فبيسألها لو شافت لوكو وبيسرق بيته وفضلت وقفة سكتة وفجأة بتجيله مكالمة من والده وبيفتكر ستيفن انه نيسي اصلا يقوله على عنوانه فبيرد عليه لكن بيلاقي والده منهاره وبيقوله ان نيل في الحقيقة كانت في هيلهوس وانها انتحر وبيتصدم ستيفن وبيبص وراه وفجأة بيلاقي نيل وقفة قدامه وعينها بتتحول للون الابيض فبيسرخ ستيفن بقى على صوت وفجأة بتختفي نيل من قدامه فبيتصل ستيفن بشيرل وبيحكي لها اللي حصل فبتدخل شيرل في حالة صدمة وبتعاتب ستيفن لانه ما كانش موجود في الوقت اللي نيل فيه محتاجية وبتسأل عن اللي اكتشف الجثة وبتعرف انه والدهم فبتتخانق مع ستيفن وبتقوله انه مش هيخبي عليهم طريقة موتها زي ما عمل مع والدتهم وبتقرر شيرل انها بنفسها لاتجهز اختها للجنازة وبيحاول اخوتها وجوزها يقنعوها انها تسلم الجثة لأي دار جنائس تانية لكن شيرل بتقرر انها تجهز اختها بنفسها عشان تكون في احسن حالاتها وبتيجي جثة نيل للدار وهناك بتدخل غرفة المشرحة وبتطلع شيرل صورة حفل زفاف نيل وبتفتكر ذكرياتها يوم الفرح وبنرجع بالزمن لليوم اللي بتبقى شيرل فيه بتجهز اختها الحفل زفافها وفجأة بتشوف شيرل لوك وهنازل من العربية فبتخرج بسرعة منع انه يدخل وده لانها بتكون خايفة يبوز يوم فرح نيل وبتديه فلوس عشان يمشي قبل ما حد يشوفه وبعدها بتقعد مع نيل اللي بتكون حزينة جدا ان اخوها مش موجود وبتفوق شيرل من ذكرياتها وبتجهز نيل لجنازتها زي ما جهزتها الفرحة وقلبها كل حزن وقهرة وبتخلص شيرل تجهزات الجثة وبتقفل النور لكن فجأة بتشوف جثة والدتها ويعنيها بيضة وبتبصلها فبتخاف شيرل جدا وبتفتح النور لكن مش بتلاقي حد وبنرجع بالزمن للوقت اللي كانت فيها عائلة كيرن بتستمتع بإقامتها في هيل هاوس وبتشوف شيرل استابلة قديم فبتدخل فيه وبتلاقي مجموعة من القطط الرضيعة فبتقرر نات صورهم لكن فجأة بيظهر مع فلاش الكاميرا جسم غريب فبتصرخ شيرل وبيجي والدها ومع واحد من العمال وبيكتشفوا ان الجسم الغريب عبارة عن عش دبابير واسطقناع لأيدي الهالوين واللي بتبقى الدبابير عملت عشاها حواليه فبتقرر شيرل انها تاخد القطط وتربيها في غرفتها لكن في تاني يوم بتلاقي قطط فيهم ماتت فبتقرر انها تدفنها مع والدها والدتها في الغابة وبتكون شيرل حزينة جدا لكن بيساعدها والدها والدتها انها تتعامل مع تجربة الموت بشكل مثالي وقبل ما شيرل تدفن القطط بتحس انها بتتنفس لكن فجأة بتخرج نملة من بقها وبتصرخ شيرل من الخوف وبعد أيام بتلاقي شيرل باقي القطط ميتة مع ده قطط واحدة فبياخدها والدها والدتها وبيمثلوا انهم ودوها المكان مناسب رعيها فبتتخانق شيرل معهم وده لانها بتكون تعلاقت بيهم وبتبقى شايفة ان القططة الاخيرة هي طفلتها الوحيدة وبيظهر ان والد والدت شيرل بتخلصوا من القططة وده لانهم حاسين انها مريضة وممكن تسبب لهم أي عدوى وبنرجع للمستقبل مع شيرل واللي بتستعد الجنازة اختها وبيعتبها جزعة اللي بتعمله وده لانها بتصعب تجربتها الفقدان اختها على نفسها وبنرجع بالزمن لليوم اللي كانت شيرل فيه في جنازة والدتها وبتكون خايفة انها تقرب من التابوت فبياخدها الشخص المسؤول عن الدار وبيطمنها وبتشوف شيرل والدتها وهي جميلة زي ما كانت على الحقيقة وبتعرف ان الطبيب الشرعي هو السبب وساعتها بتقرر انها تبقى زيه لما تكبر وده عشان تصلح عيوب الجثة اللي بتتعرض لحوادث خطيرة بتبقى سبب في تشوهات كبيرة وبنروح للثيودورة واللي بتشتغل كدكتورة نفسية للاطفال وبتقابل طفلة اسمها كالسي واللي بتحكي عن الشبح اللي بتشوفه في قبل بيت بتاعها وبتبقى مسامية الشبح باسم مستر سمايلي وده لانه بيبتسم ابتسامة مخيفة وما بتقدرش الثيودورة تفهم حالة الطفلة او سر سلوكياتها المخيفة بسبب شبح ايه مش بتشوفه وبنرجع بالزمن للثيودورة وهي في البيت وبتبقى في غرفة من غرف البيت وهناك بتبقى بتتمرن على الرأس وبتشغل التلفزيون عشان تقلد الرقصة اللي فيه وبالليل بتدخل سيودورة المطبخ وفجأة بتلاقي لوك وهو مستخبف المصعد الداخلي للبيت وبيطلب منها لوك تساعده ينزل في المصعد وده لانه نفسه يجربه فبتقفل سيودورة المصعد عليه وبتخلى ينزل بيه وبعدها بتحاول ترفعه لكن الضرار بيعلق وبينزل لوك لقبه البيت وبيلاك مية كبيرة من الفران وبيكون خاف جدا لكن فجأة بيظهر قدامه هيكل عظمي بشكل مرعب جدا فبيسرخ لوك وبتسرخ سيودورة اللي ما بتكونش قادرة تطلعه وبيجي والدها ووالدتها وبيقدروا يطلعوه لكن بيتفجأوا بهدوم لوك وهي متقطعة فبيقولهم لوك ان الشبح هو اللي عمل فيه كده وفجأة بتصحى سيودورة من النوم وبتلاقي قدامها شبح فبتتخض جدا وبتفتح النور وفجأة بتلاقي الباب بيخبط وبتكون اختها اللي بتقعد تتكلم معها عن نيل وبيفتكروا ذكرياتهم ساوا معاها وبنرجع للسيودورة ولوكو هم أطفال وبيحكي لوك ان والده ووالدته مش مصدقين الطفلة اللي بيتكلم معاه في الغابة واللي بيكون اسمها أبي جيل وبيبقوا كمان مش مصدقين ان فيه قبو أصلا وده لانه مش موجود في مخطط البيت لكن سيودورة بتقولها انها مصدقها وبتطلب منه ويحكي لها عن اللي شافه في القبو وبيوصف لها لوك شكل القبو واللي بيكون فيه سلم وبتعرف سيودورة منه شكل السلم ومكانه وبتنزل للدور الأرضي وبتعد الخطوات اللي المفروض يكون السلم عندها وبتحط إيديها على الأرض وفاجأة بتلاقي خشبة متحركة فبتفتحها وبتشوف سلم تحت الأرض وبتلاقي سيودورة كمية كبيرة من الكتب فبتوريها لوالدتها واللي بتبقى مستغربة قدرة سيودورة على الإحساس بالأشياء وده لانها قدرت توصل للقبو وكمان بتعرف الحاجات القيمة في البيت من مجرد لمسها وبتقولها انها طفلة مميزة وبتديها الكفزات عشان لما تحب تمنع نفسها انها تحس تلبسه وبنروح للسيودورة الطبيبة واللي بتبقى بتفكر في الطفلة كالسي وده لانها الوحيدة اللي ما كانتش قادرة تحس بيها لما تلمسها فبتقرر انها تزورهم في البيت وبتطلب من والد والدة كالسي بتبني انها تنزل للقبو واللي بيبقى المكان اللي بتشوف فيه كالسي مستر اسمايلي وهناك بتقعد سيودورة على الكنبة وبيجيلها احساس غريب وبعدها بتبص للسقف وبتكتشف ان خشب السقف هو نفس الرسمة اللي كالسي رسمتها في العيادة فبتطلع سيودورة من القبو وبتشكر الاب وبتمد ايديها عشان تسلم عليه وفجأة بيبتسم الاب ابتسامة غريبة فبتخرج سيودورة بسرعة من البيت وبتصل بالشرطة وبتبلغهم عن الاب اللي بيتحرج بكالسي وعلى الرغم من انها مش بيكون عندها اي دليل الا انها بتكون متأكدة ان الاب هيعترف اول ما الشرطة تستجوبه وفعلا الشرطة بتستجوبه وبتقبض عليه بتهمت التعدي الجنسي على طفلة وبالليل بترجع سيودورة البيت وبتقرر انها تشوف جثت اختها نيل واللي بتبقى في القبو الخاص بشيرل وبتقرب سيودورة من نيل تلمسها وفجأة بتتنفض وبتقع على الارض من كتر الخوف وبيظهر انها شافت حاجات غريبة وبنرجع لاخر ليلة في هيل هاوس في الوقت اللي بتبقى سيودورة فيه بتتمشى في البيت وفجأة بتشوف والدها هو معاني لولوك وبيطلب منها تاخده من العربية لحد ما يدور على ستيفن وبيلمس والد سيودورة ديها وفجأة بتشوف والدتها وعينها بيضة ومشه التاني لوالدتها ويبتتخانق مع والدها فبتسرخ سيودورة من الخوف وبتطلع تجري وبنرجع للسيودورة الطبيبة اللي بتتصل بصداقتها عشان يقضوا ليل سوا فبتسألها صداقتها عن يومها وإنها قدرت تكتشف اللي حصل إلا أنها عارفة أن الطفلة مستحيل تقدر تعدي الصدمة دي وده لأنها لما لمستها عرفت كمية الأسوار العطفية اللي بنتها حوالي النفسها عشان تتجاوز ألمها وبتكمل سيودورة وعينها كلها دموع وهي بتقول إنها تعرف شخص واحد بس بنفس الموصفات دي وبيكون أصدع على نيل أختها وبنروح للوك اللي بيبقى بيعاني في طفولته بسبب والده والدته اللي مش مصدقينه وبيبقى قاعد مع والده والدته اللي بيفضل حاجات القديمة فبيشوف قبعة شكلها جميل فبيطلب من والده أن ياخدها فبيحاول والده يقنعه إنه لو أخذ القبعة فده معنى أنه راجل كبير وبيقوله إنه الرجال الكبار بيعرفوا يفرقوا من الحقيقة والخيال فبيوعدوا لوك إنه مش هيصدق أي خيال تاني بيشوفه وبياخدوا القبعة فبيسألوا والده لو هو مبسوط فبيقولوا لوك إنه مبسوط شوية لكن نيل بتقوله إنه في قمة ساعته وبيظهر إنه عنده نفس القدرة اللي عند السيدورة واللي بيقدروا يحسوا بالناس من غير ما يعبروا عن إحساسهم وبنروح للوك واللي بيبقى في المصحة ليلة انتحار نيل وبيبقى قاد مع صديقته جوي واللي بيدعمه بعض عشان يكمله تسعين يوم من غير تعاطي وبيبقى لوك بيحسب كل الفلوس اللي سرقها من عيلته عشان يرجعها وبيلاحظ إن جوي سرحانة وبيسألها لو هي كويسة لكن بتيجي الممرضة وبتطلب منهم ينامه وبالليل بيقوم لك وهو مخدود وفجأة بيشوف نيل وهي واقفة قدامه وبتقوله يمشي وبتختفي وفي تاني يوم بيصحى لك وبيكتشف هروب جوي وبيلاقى رسالة منها بتقوله فيها ما يدورش عليها لكن بيقرر لك إنه يهرب عشان يرجعها تاني للمصحة وبيروح للمكان اللي بيجتمع فيه المدمنين والمشردين وفجأة بيسمع صوت كلب فبيتخض جدا وبيفتكر ذكرياته مع صوت الكلاب وبنرجع لها الهوس في الوقت اللي بيبقى لك في نايم وفجأة بيسمع صوت كلب وبعدها بيحس بحد بيحاول يفتح الباب فبيستخبه بسرعة تحت السرير وفجأة بيلاه رجل طير في الهوى ومع عصايا وبيظهر من جزمته إنه لابس بدلة وبعدها بيقرب الرجل غريب من سرير لك وبياخد منه القبعة وبيلبسها وقبل ما يخرج من الباب بيسمع صوت لك فبيمدي إيده تحت السرير وهيرجعوا للمصحة سوا وبيتصل لك بالمصحة لكن المسؤولة بترفض تدخلهم وبتقولهم إنهم هربوا كتير وإنهم مسؤولين دلوقتي عن نفسهم وبنرجع للوقت اللي ستيفن شاف فيه أخوه وهو بيسرق أجهزته وبيفتكره مدمن لكن في الحقيقة بيبقى لك عايز فلوس عشان يقعد في فندق مع جوي بعيد عن المخدرات وفي الآخر بيدي ستيفن 200 دولار فبيروح لك لجوي وبيديع الفلوس وبيقرروا يقعدوا سوا في فندق لكن جوي بتبقى عايزة تدخل الحمام وبيستناها لك بره وبيشوف قدامه صاحب البدلة اللي كان بيشوفه في طفولته وبيحاول يشتت نفسه عنه لكن بعد شوية بيلاحظ إن جوي تأخرت وبيكتشف إنها هربت بالفلوس كلها فبيتصل لك بالمصحة وبينهار هو بيتكلم مع الأخصائية وبيقول لها إنه فشل يرجع جوي وبيحلف لها إنه ما تعطاش وإنه هيرجع المصحة وممكن حتى ينام على الأرض وساعتها بتبقى الأخصائية موجودة مع ستيفن واللي بيبقى عايز يبلغه بموت نيل وبيروح ستيفن للشارع اللي لوك فيه وبيحضر لوك أخوه وهو منهارة على جوي وبيقول لأخوه إنه حاسس بأعراض غريبة زي إنه ساقعان ومش قادر يوقف على رجله اللي بتبقى متصلبة وبيقوله إنها شبيهة بأعراض لانسحاب لكنه المفروض إنه تخطع من زمان فبيقوله ستيفن ويعني كلها دموع إنه نيل ماتت وبيتصدم لوك وبيعرف إن الأعراض اللي حاسس بيها بسبب نيل وده ل إنها أخته التوقم وبيسأل لوك على طريقة موتها فبيقوله ستيفن إنها انتحرت لكن لوك بيرد عليه بكل ثقة إنه موتها مش انتحار وبنرجع بالزمن لحياة نيل قبل انتحارها واللي كانت بتعاني في طفولتها من شبح الست صاحبة الرقبة الملتوية واللي كانت دايما بتشوفها أول ما تصحى من النوم وفي الوقت اللي بتشوف شبح الست الغريبة بتحس التشنجات في كل جسمها وما بتكونش قادرة تصرخ أو تتحرك وبتفضل نيل تعاني من الحالة دي لحد ما بتجبر وفي يوم بتقدر توصل لدكتور متخصص في حالات النوم واللي بيكون اسمه دكتور أرثر واللي بيشح لها عن أعمق مرحلة في النوم واللي بتكون مرحلة الأحلام واللي الجسم فيها بيعمل حالة بيبطل فيها عمل العضلات وده عشان ما تتحركش وهي بتحلم وبيقولها كمان إن أحيانا المريض بالحالة دي ممكن يشوف أشباح لكنها بتبقى مجرد جزء من أحلامه مش أكتر وبيقرر إنه يكشف على موجات دماغها أثناء النوم عشان يعملوا حاجة اسمها خطة الهروب واللي من خلالها هتقدر تفوق من الحالة دي أول ما تحس بالأعراض وبيظهر إن دكتور أرثر أعجب بنيل وبيطلب منها يخرجوا سوا وفعلا بيقربوا أكتر من بعض لحد ما بيعرض أرثر عليها الجواز في يوم الكريسماس ووسط كور لإخوتها وبتقل حالات التشنج اللي بتحصل لنيل من وقت زواجها بأرثر وفي الوقت اللي بتحس بيها بيقدر أرثر يساعدها تتخطاها وبيفتح لها النور وبيخالها تتحكم في نفسها وبعدها تتحكم في عضلاتها لحد ما في مرة بتحصل لنيل نفس الحالة فبيحاول أرثر يهديها وأول ما بيقوم عشان يفتح النور بينهر فجأة أو بيقع على الأرض وبيموت وساعتها بتفضل نيل تحاول تقاوم الحالة اللي بتحصل لها وبتبقى شايفة قدامها البنت صاحبة الرقبة مكسورة وبيبقى عندها اعتقاد إنها السبب في موت أرثر ومع الوقت بتقرر نيل إنها تروح لطبيب نفسي واللي بيكتب لها على أدوية معينة عشان الهلاوس اللي بتشوفها عن الأشباح لحد ما فيهم بتقابل نيل أخوها لوك واللي بيطلب منها تودي المصحة خاصة بالمدمنين لكن قبل ما يروح المصحة بيطلب منها تشتري له جرعة هروين أخيرة وبتوافق نيل وبتنزل تشتري له لكن أول ما بترجع للعربية بتشوف قدامها نفس الشبح فبترجع بسرعة البيت وبتقرر ترمي الأدوية كلها في الحمام وبعدها بتطلب من أختها ثيودورة تجيلها البيت ولإنها عارفة موهبتها في إنها تشوف زكريات أي حاجة بتلمسها فبتطلب منها تلمس الأماكن اللي أرثر كان بينام فيها لكن ثيودورة مش بتشوف حاجة فبتطلب نيل منها تحط إيديها على المكان اللي مات فيه وده لإنها بتكون متأكدة إن الشبح اللي بتشوف هو السبب في موته فبتتخانق ثيودورة معيها وبترفض تحط إيدها وده لإنها مش بتكون عايزة أختها تصدق إن فيه شبح ممكن يبقى السبب في أي حاجة وبتسألها عن الطبيب النفس اللي بتروح له عن الأدوية بتاعتها فبتتخانق نيل معيها وبتطردها برا البيت وبترجع نيل للطبيب واللي بيكون شكك في كلها وقفت الأدوية وبتحكي له نيل عن اللي عملته مع لك أخوها فبيسألها الطبيب عن السبب اللي خلاها تحكي له بعد أسبوع من اللي حصل وبيقولها إنها لو بطلت تاخد أدويتها المستحيل يقدر يساعدها وبيطلب منها تواجه ماضيها عشان تقدر تتعايش معه وتتقبله فبتقرر نيل إنها تروح لأخوها ستيفن واللي بيبقى في حفلة توزيع الكتاب الخاص بي واللي بيكون عن هي الهاوس فجأة بتظهر نيل من وسط الحضور وبتسأله إزاي قادر يجدب عن ناس ويقنعهم بإيمانه بالأشباح اللي بيتكلم عنهم في الكتاب بالرغم من إنه عمره ما صدقهم وده لإنه دايماً شايفهم عبارة عن عيلة مجنونة وبيتحرج ستيفن قدام الناسه وبيتكلم مع نيلة على انفراد وبيقولها إنها مش من حقها تبوز شغله وإنه عرض عليها نسبة من أرباح الكتاب لكنها ما وفقتش وبتروح نيل للطبيب النفسي وبتحكيله عن مواجهتها لأخوها فبيقولها الطبيب إنه تأكد إنها مش بتاخد الأدوية وده لإنها مش نفس الشخص اللي جاله من أربع شهور وبيقولها إنه كان قصد تواجه الماضي نفسه وده لإنها في كل مرة بتتكلم فيها عن حاجة مضايقة من إخوتها بيرجعوا سوى لنفس المكان واللي هو هيل هاوس وبيحاول يقنعها إن كل مشاكلها هو ماضيها مع البيت اللي هو مجرد هيكل خشبي موجود في الغابة وبيقولها إنه مالوش تأثير على حياة أي إنسان وبيطلب منها تروح البيت عشان تعرف إنه مجرد أساس وفرش وخشب فبتقرر نيل تروح نفس الفندق اللي والدهم أخدهم فيه في آخر ليلة ليهم في هيل هاوس وبنرجع لليلة الأخيرة بعد ما بيوصل هيو أطفاله للفندق وبيطلب منهم يخلي بالهم من بعض وبيوعدهم إنه مش هيتأخر وبيرجع هيو البيت هيل هاوس وبتفضل نيل أعدا مستنياه لحد ما بيرجع الأب الصبح وتبقى هدومه كلها دم وبيطلب من نيل تكون هي واخوتها إيد واحدة وفجأة بتيجي الشرطة وبيبقى هو اللي اتصل بيهم وبيمشي هيو معاهم من غير ما يحكي لأي حد عن أطفاله اللي حصل لوالدتهم وبنرجع لنيل اللي بتبات في نفس الغرفة اللي كانوا فيها من 26 سنة وفي نص الليل بتشوف أخوها قدامها على سقف الغرفة فبتخاف عليك جدا وساعاتها بتتصل بأخوها ستيفن لكنه مش بيرد عليها وبتتصل نيل كمان بشر لكنها برضو بتكون مشغولة وفجأة بتشوف قدامها نفس الشبح الخاص بالست اللي رقابتها مكسورة فبتقرر إنها تروح لهيل هاوس وبتحاول تقنع نفسها إنه مجرد هيكل خشبي ملوش أي تأثير على حياة أي إنسان وبتوصل نيل بعربيتها للبيت وقبل ما تدخل بتتصل بوالدها وبتحكيله عن الست اللي رقابتها ملتوية وساعتها بيطلب منها والدها تروح لستيفن لكن نيل بتدخل البيت وفجأة بتلاقي كل إخواتها قدامها وبتلاقي والدتها وهي بتكتب على الحيطة أهلا بنيل وما بتكونش نيل مصدقة عنيها وبيبقى كأن كل حاجة حواليها حقيقية وده على الرغم من إن البيت في الحقيقة مختلف تماما عن اللي نيل شايفاه وبتطلع نيل عشان تغير هدومها وكأنها تفضل عايشة في البيت دايما وفجأة بتشوف إخواتها وهم مجبار وبتشوف والدها ووالدتها وهم موابسوطين بيها وبيبقى الكل حواليها فرحان برجوعها فجأة بيظهر قدامها أرثر وبتنهار نيل أول ما بتشوفه وبترقص معاه وبتفضل نيل ترقص مع أرثر في كل أنحاء البيت بكل سعادة لكن في الحقيقة بتبقى نيل بترقص لوحدها في مشهد مأساوي وسط الضلمة اللي مش بتبقى شايفيها وبعد شوية بتنادي عليها والدتها وبيطلعوا سوى الأخر السلم وبتخلع لأم سلسلتها وبتديها لنيل واللي أول ما بتلبسها بتحس بخنقة فجأة بيتحول قدامها المشهد وبتلاقي نفسها وقفة على السلم وحوالين رقابتها حبل بيخنقها وبتتقرب منها والدتها وبتزقها من على السلم فبتنزل نيل وحوالين رقابتها الحبل واللي بيكون سبب في كسر رقابتها ومن بعدها موتها وبيظهر ان الشبح اللي نيل كانت بتشوفه طول حياتها بيكون هي نفسها وبنروح لجنازة نيل وبتحضر الأسرة كلها الأول مرة من سنين وبيفتكر كل واحد ذكرياته مع نيل واللي طول الوقت كانت بتفكر في كل اللي حواليها قبل نفسها وبينهار ستيفن لما بيشوفه اخطئه هي جثة وبيتخانق مع والده وبيسأله عن اللي حصل وبيتهمه انه السبب في موتها وده لانه كان بيصدق حكايات الأشباح اللي كانت بتشوفها وبيتهم العيلة كلها انهم بيعانوا من أعراض مرض عقلي ومش عايزين يعترفه وبيقولهم انه مرض وراسي بدليل والدتهم اللي انتحرت فبتدخل شيرلي في الخناقة وبتطلب منه ما يتكلمش عن المسئولية في حين انه كتب عن الحاجات اللي هو مش مؤمن بيهم عشان بس الفلوس فبتدخل سيدورة وبتقول انها كمان دخلت معه في أرباح الكتاب وانها مش فارق مع غير الفلوس فبتتصدم شيرلي في اخوتها وبتطلب منهم يخرجوا من البيت وفجأة بتلاقي زوجها بيقولها انه كمان اشترك في أرباح الكتاب وده لانهم مستحيل كانوا يقدروا يكبروا الشغل بتاعهم من غير الفلوس دي فبتتصدم شيرلي وما بتكونش مصدق ان كل اللي حواليها بيغفلوها وبتطلب منهم يخرجوا من البيت وبتروح تقفل تابوت نيل لكن فجأة بتلاقي عملتين على عنيها فبتنهار شيرلي وبتسأل اخواتها عن مين اللي عمل كده لكن فجأة نور بيقطع بسبب الاعصار فبيروح كل واحد منهم عشان يدور على زرار الموتور الاحتياطي وبيفتكر والدهم ليلى من لالي هيل هاوس في الوقت اللي حصلت فيها عصفة مشابهة اللي هم فيها واللي بسببها النور اتقطع وساعتها بتتجمع الاسرة كلها في الدور الارضي وبيدوروا عالكشفات وفجأة بتشوف نيل قدامها نفس الشبح اللي بتشوفه دايما فبتحضنها والدتها وبتحاول تهديها وبتخلي ثيدورة تمسك ايديها وبعد شوية بيكتشف اختفاء نيل وبتنهار ثيدورة اللي بتبقى حاسة ان اختها لسه مسك اديها فبيطلع هيو وإلينور يدوروا عليها في كل مكان لكن فجأة بتتعطل الكشفات فبينزل هيو عشان يجيب الكشفات تانية وبيسيب إلينور لوحدها واللي بتفضل تدور على نيل في كل الغرف وفجأة بتظهر ست عجوزة نايمة على السرير وبعدها بتلاحظ إلينور حد بيحاول يفتح بب من الابواب فبتفتح إلينور وفجأة بيخرج منها طفل على كرسي متحرك وبيختفي وبيطلع هيو من تاني لكن بيكتشف إن إلينور اختفت وبيفضل يدور عليها في كل مكان وفجأة بيلاقيها موجودة في نفس المكان اللي سابها فيه وبعدها بيسمعوا صوت الأطفال وما بيسرخوا فبينزلوا سوا بسرعة وبيلووا أطفالهم مرعوبين وبيحكوا عن وحش شفوه وفجأة بتظهر نيل واست الصلاة وهي بتعيط فبيسألوها عن المكان اللي كانت فيه فبتقولهم إنها ما تحركتش من مكانها وإنهم كلهم ما كانوش شايفينها وهي كانت بتحاول تنادي عليهم طول الوقت وبنرجع لجنازة شيرل وبيرجع الأب يوقف عند تابوت نيل وبيبقى لوك واقف جنبه وبيسألوا عن الشخص اللي حطوا العملات على عنيها فبيقولوا إن هما الاثنين عارفين إن ولا واحد فيهم وإن نيل ما انتحارتش زي والدتهم فبيتصدم لوك وبيطلب منه يحكي له الحقيقة عن والدتهم لكن الأب بيتهرب من الأسئلة وبيقولهم إنه طول حياته ما كانش فارق مع غير إنه يحميهم وبيتخنقوا كلهم سوا وفجأة بيرجع النور وبيتكسر تابوت نيل قدام عينيهم وكأنها بتسكتهم وبيشوف رقبتها وهي ملتوية وبيعرف هيو لوك إن نيل هي نفسها الشبح اللي كانت بتشوفه برقبة مكسورة وبتروح شيرل تجيب أدوات المكياش بتاعتها وفجأة بتشوف أختها ثيودورة وهي واقف قريب من زوجها وبتتصدم شيرل فيهم وبتخرج وبتسيبهم وبنرجع للماضي في الوقت اللي بيروح في هيو مركز الشرطة بعد ما بيبلغ عن اللي حصل في الهوس وبيظهر إن الشرطة مش مصدقة قصته اللي بيفضل يكررها لمدة 3 ساعات وبتفضل الشرطة متحفزة عليه لحد ما بتقتنع بإجاباته عن اللي حصل فعلاً لمراته في البيت وبنروح لهيوه وبيجهز نفسه عشان يروح عزى بنته وبياخد رأي زوجته إلينور واللي بيبقى بيشوفها وبيتكلم معاها كأنها لسه عيشة وبعدها بيروح للجنازة وهناك بيقول كل واحد كلمة عن نيل وعن ذكرياته معاها وبتكون إلينور مع هيوه في كل الأوقات وبتحاول تقوله الكلام اللي المفروض يقوله لأطفاله وكل واحد فيهم بيلومه بنظرات على موت والدته وبنرجع لهاي الهوس بعد العاصفة اللي حصلت في البيت واللي بسببها بيكتشف هيوه وجود عفن في كل مواسير البيت وبيبقى مع ستيفن في الدور الأرضي وبيحفوره صواه في الحيطة وفي هجأة بيسمعه أصوات غريبة وبيخمنه أنها ممكن تكون فران وبالليل بيقعد هيوه مع زوجته وبيطلب منها ترسم مخطط تاني للبيت عشان يقدروا يوصلوا لمكان العفن الرئيسي وبيخمنه أنه جاي من الغرفة الحمراء واللي محدش قدر يلاقي مفاتيحها لحد دلوقتي وبترسم إلينور المخطط وبتدي له هيوه اللي بيبقى واقف مع المساعد بتاعه وبيفتح هيوه المخطط واللي ما بيكونش أصلا مخطط للبيت اللي هما فيه وبيبقى مخطط متكرر من البيت اللي عايزين يبنوه سوا وبيلاحظ المساعد بتاعه اللي بيحصل فبينصحه أنه يخلي مراته تاخد أجازة من وجودها في البيت فبيقوله هيوه ما يدخلش في شؤونه لكن المساعد بتاعه بيحكيله على والدته اللي كانت بتشتغل في نفس البيت لميسيس هيل وبيحكي أنه من وقت شغل والدته وهي بقت تتصرف تصرفات جنونية زي أنها بتمشي في الغابة لوحدها بالليل وهي حافية وبيكمل وبيقول أنه كان بيسمعها وهي بتكلم نفسها وبتتحك دحكات غريبة وكأنها عايشة في عالم تاني لحد ما ماتت وبيكمل وبيحكي عن زوجته كلارا واللي اشتغلت كمان في خدمة إليازو اللي بتكون بنت ميسيس هيل وبيحكي أن زوجته ما كانتش بتحب ترتاح لدرجة أنها ويحامل كانت بيشتغل طول الوقت حد ما عاد ولادتها وساعتها لقوا طفلهم ميت وبيحكي أنه من بعدها كان بيشتغل معها في البيت وأنه كان بيشوفها وهي بتجري في الممرات وبتحلف أنها سمع صوت بكاء طفل رضيع لحد ما فيهم بيسمعوا وكمان نفس الصوت واللي كأنه صوت طفلهم اللي مات ومن وقتها وقرر أنه ما يرجعش البيت تاني وساعتها كل حاجة بقت كويسة وكل كوابسهم وتصرفاتهم المجنونة انتهت وأنهم دلوقتي بيساعدهم في البيت تاكيد في وقت النهار بس وبيقتنى هيو بكلامه وبيقرر أنه يعرض على زوجته ترتاح عند أختها في المدينة وبالليل بيسح هيو وفجأة بيشوف مراته وهي قاعدة قدامه وفي قدها مفكة حتى عند رقابتها وبتفوق اليونور وبتلاقي نفسها حتى المفكة على رقابة زوجها فبتتخضي جداً وبتبعد عنه بسرعة فبيقولها هيو أنها مش كويسة ولازم تبعد فطر عن البيت فبتنهار اليونور وبتسأله لو شايفها مجنونة فبيوريها هيو مخطط البيت لها رسمية وبتتخضي اليونور وبتبقى مصدومة ومش فاكرة أنها رسمت الرسمة دي وبتتفاجئ أنها رسمة منها مئات الرسومات وبنرجع للعزة وبيشوف هيو لوك وواقف لوحده فبيقرر يقف معاه وبيتوتر لوك جداً وبيحاول والده يتكلم معنا الحاجات اللي بيشوفها وبيقوله أنه كمان بيشوفه بيسمع حاجات وحتى أنه بيتكلم مع والدته كل يوم وبيقوله أنه مش مجنون زي ما ستيفن بيقول فبيشكره لوك وبيفكره بالجملة اللي قاله له هو صغير وهو أن الرجالة هم اللي بيفرقوا بين الحياة والخيال وبيقوله أنه هيخرج يشرب سجارة وبيلاحظ هيو شانتة شير واللي بتكون مفتوحة وبيعرف أنه لوك أخد منها فلوس وبيشك أنه هيرجع يشرب من تاني وبعد شوية بتبص شيرل على شانتتها وبتتفاجئ أن بطاقتها الاقتمانية مش موجودة وبترجع للثيودورة لبيت وبتقوله من عربية تختفت وبيعرف أنه لوك هو اللي أخدها فبتبلغ شيرل البنك عشان يبلغها أول ما يتم استخدام البطاقة وبيخرج الكل عشان يحاولوا يوصلوا له وفجأة بيلحظ هيو وثيودورة علامات على الأرض فبيمش وراء العلامات وفجأة بيلقى تمثال البيت المصغر وهو متكسر وبتظهر من وراء نيل وهي بتسحف نحيطهم على الأرض وبتسرخ بشكل مرعب وبتنهار ثيودورة وبتحضن والدها اللي بيكون مصدوم من المشهد وبتدخل شيرل وبتختفي نيل وبتشوف البيتها متدمر واللي بيبقى ذكرها الوحيدة من والدتها وبتخمن انه لوك هو السبب ومش بيقدر هيو أو ثيودورة يعترفوا باللي شافوا قدامهم وبعدها بيخرج هيو يركب العربية مع ستيفن واللي قرر يدور على خوف الأماكن اللي بيتعطى فيها المخدرات وبيسأل هيو ابنه عن علاقته بمراته وده لانه خمن انهم منفصلين وبيرفض ستيفن انه يتكلم مع والده فبيقرر والده انه يحكي عن علاقته الوثيقة بينه وبن والدته وعن حبوهم الشديد لبعض وبينصح ستيفن يتمسك بزوجته على قد ما يقدر فبيتعصى بستيفن وبيقوله انه شاف تقرير الشرطة عن الحالة اللي والدتهم كانت فيها وعن رأسها اللي اتكسرت ورجلها اللي تلوت لكن بيرفض هيو انه يشرح اللي حصل وبيقوله انه بيحاول يحمي من الحقيقة بقاله اكتر من 20 سنة فبيقوله ستيفن ان الحياة ان والدتهم كانت مصابة بمرض عقلي واللي بسبب انتحرت وانه منه هو صغير كان بيشوف في انين نيل نفس النظرة اللي في عيون والدتهم وبيقول انها كانت كمان مصابة بنفس المرض العقلي وده لانه مرض جيني وعشان كده قرر انه يقطع القناة المنوية عنده وده لانه مستحيل يخلف اطفال بنفس الجينات دي وبيحكي انه كان عارف ان زوجته عايز اطفال وعلى الرغم من كده قرر يخبي عليها عشان خاف من خسارتها لكنها اكتشفت السر وقرار تسيبه وبيتصدم هيو وبيحاول يخفف عن ابنه وبيعتذر له عن كل اللي حصل في الماضي لكنه بيقوله انهم مش مرضى عقليين ولو هم مرضى فهو كمان شبههم وده لانه قرر كتاب بتاعه وكان فيه اشخاص تكلم عنهم ما كانوش اصلا موجودين وانه حتى بيت الشجرة اللي ذكره ما كانش ليه وجود وانه هو الوحيد اللي شافه بين اخواته وبيتصدم ستيفن وده لانه فاكر انه كل حاجة حوليه حقيقة في الوقت ده بتبقى شير للوحدها في البيت وفجأة اسمع صوت خبط على الباب فبتفتحه لكنها مش بتلاقي حد وبعدها بتسمع نفس الخبط اكتر من مرة في كل مرة بتفتح فيها الباب مش بتلاقي حد لحد اخر مرة بتيجي سيودورا واللي بتحاول تبرر لها اللي شافته مع زوجها لكنها بترفض تسمعها وفجأة بيسمعوا صوت خبط الباب تاني وبيرتفع صوت الخبط وبيبقى في كل مكان في البيت لحد ما بتيجي لشيرل مكالمة من البنك بعنوان مكان لوك فبتبعت شيرل العنوان لستيفن وبيبقى بنزينة قريبة من هيلهاوس وبتعرف شيرل وثيودورا انه صوت الخبط كان بسبب وجود لوك في البيت وبيقرار نوم يروحوا لهيلهاوس في الوقت ده بيوصل ستيفن ووالدته للبنزينة وبيكتشفوا كمية البنزين اللي لوك اشتريها وبيعرفوا انه ناوي يولع في البيت في الوقت ده بتبقى شيرل مع ثيودورا في العربية فاجأة بيظهر من بينهم شبح مرعب فبينزلوا بسرعة من العربية من الظلمة والفراغ وبتحكي انها ما كانتش شايفة او سمع او حاسة باي حاجة وعشان كده حاولت تلمس اي حاجة من حواليها عشان ترجع تاني للواقع فعلا لمست زوجها واللي بالصدفة كان موجود في نفس المكان في الوقت اللي هي دخلت فيه وفكرت ان في حاجة بينهم وبتصدقها شيرل وبتطبطب عليها وبيدخلوا سوى العربية في الوقت ده بيبقى لوك في البيت وبيحط بنزين في كل مكان وبيرمي الولاعة لكن بيلان البيت مش بيولع وما بيحصلش اي تفاعل بين النار والبنزين وفجأة بيشوف لك والدته وهي واقفة قدامه وبيصدر شوح من وراه وبيمسكه من رقابته وبنرجع بالزمن مع الينور وهي في هيل هاوس وبتكون قاعدة في غرفة بتقرأ كتاب وفجأة بتحس بصدع قوي جدا فبتنزل بسرعة للمبخ وهناك بيبقى لوك وشيرل بيتخنقه وقدر ان لوك بيبقى عايز ياخد فستان من شير ويديل أبي جيل وشيرل أول ما والدتهم بتقول انها في غرفة القراءة وده لانهم ما بيكونوش عندهم غرفة بالاسم ده وبتطلع الينور للغرفة فجأة بيظهر قدامها مشهد لغرفة تشريح الجزس وبتكون هي نفس الغرفة اللي شيرل بتشتغل فيها وبتشوف الينور بنتها نيل وهي جثة على السرير بتاع التشريح وبتشوف لك كمان وهو واقع في الارض ميت وفي ايده حقنة هروين وبتعرف ان اطفالها هيموتوا لما يجبروا فبتروح بسرعة لغرفتهم وفجأة بيتحول النهار لليل وبتبقى بتودع اطفالها لوك ونيل قبل النوم لكن فجأة بتسألها نيل عن اللي هتعمله لو حلمه حلم وحش حلم بتبعتهم فيه للضلمة وبتكون السبب في موتهم وبيكمل لوك وبيسألها هتعمل ايه لو حطت السم جوى جسمه وكانت السبب في معاناته في الضلمة طول حياته فبتقولهم الينور انها هتصحيهم من الحلم وهيكونوا في امان معاه تاني وفجأة بيجي ستيفن وبيرجع النهار من تاني بتعرف الينور انها كانت بتتخيل وبتسأل ستيفن عن لوك ونيل وبتعرف انهم في الضر الارضي وفجأة بتظهر الينور واحدة من سكان البيت القدام واللي بيكون اسمها بوبي وبتكون معروف انها مجنونة وبتحاول تخنى الينور عن اللي هتعمله عشان تحمي اطفالها من حلم مرعب ممكن يقيشوا فيه عمرهم كله وقالها تبعتهم بنفسها لضلمة العالم اللي هيكون السبب في معاناتهم وفي النهاية موتهم وقالها تحميهم فبتقولها الينور انها هتصحيهم وتحاول تحميهم على قد ما تقدر فبتقولها بوبي انها عندها فكرة عشان تحميهم وبتوشوش بوبي الينور واللي فجأة بتفوق بتلاقي نفسها حتى المفكة على رأي بتهيوم وبسبب اللي بيحصل بتعرف الينور انها مش على طبيعتها وبتوافق تسافر لاختها وبتوضع اطفالها وبتمشي وبعدها بتتصل بيهم اول ما بتوصل البيت بيظهر انها مرحتش لاختها وانها في الحقيقة في فندق قريب من البيت وبالليل بترجع الينور البيت وبتدخل المطبخ في الوقت اللي بتنزل فيه شيرل المطبخ وبتستغرب ازاي والدتها رجعت بالسرعة دي فبتقولها والدتها انهم بس وحشوها وفجأة بتاخد صنية فيها فناجل الشاي وبتطلع لغرفة لوك ونيل واللي بيكون معاهم ابي جيل واللي بيظهر انها طفلة حقيقية وبتصحي الينور اطفالها وبتقولهم انهم هيعملوا حفلة للشاي وبتاخدهم للغرفة الحمرة فبتسألها نيلي ازاي قدر اتلاقي المفتاح لكن الينور بتقولهم انهم نفسهم المفتاح وبيعودوا سوا في الغرفة وبتقولهم الينور انهم مش هيحلموا احلام وحشة تاني وانها هتخليهم معاهم في امان من شر العلم اللي هيكلهم وفي الوقت ده بتصحي شيرل والدها من النوم وبتحكي له عن والدتها اللي كانت في المطبخ بتعمل شاي فبيدخل هيول مطبخ وبيلاقي زازة سيميل فران مفتوحة وبيعرف ان الينور هتقتل اطفالها فبيطلع يبص في غرفة كل طفل وبيكتشف غياب لوك ونيل في الوقت ده بتشرب ابي جيل من الشاي وفجأة بتتخنق وبتقع على الارض وبتموت وبيوصل هيول الغرفة الحمرة اللي بيشوفها مفتوحة الاول مرة وبيشوف الينور وهي قاعدة مع اطفالهم فبيكسر كبيات الشاي بسرعة وبيخل اطفاله يهربوا وبيزوق الينور بعيد عنه وبينزل هيو بسرعة وبيركب العربية مع اطفاله وبيهرب في الوقت ده بتظهر بوب الينور وبتقولها انه هيخد اطفالها العلم الضلمة والكوابيس وانه هيكون السبب في موتها فبتجرق اليونور بسرعة لكن فجأة بتقع من فوق السلم وبتتكسر رقابتها وبتموت وبنرجع لهيو اللي بيوصل مع ستيفن للبيت وفجأة بيشوفه شبح لراجل طويل جدا وبيكون هو نفس الشبح اللي لوك كان بيشوفه بالقبعة وبعدها بيطلعوا يدوروا على لوك وبيشوف ستيفن باب الغرفة الحمرة وهو مفتوح فبيدخل بسرعة وبيحاول والده يلحقه لكن بعد فوات الاوان وبيتقف الباب على ستيفن اللي بيشوف لوكه هواء على الارض وحونة الهيروين في ايده وبيبقى مشهد لوك ونفس مشهد موته اللي والدته شافته فيه من سنين وفجأة بتظهر بوبي قدام ستيفن وبتخبطه في راسه وبتنقله العلم الاحلام في الوقت ده بيحاول هيون ويفتح لكن فجأة بينتشر العفن حواليه وفي كل مكان لحد ما بيوصل لجسمه وبيوعه في الارض وبيغم عليه في الوقت ده بيلاقي ستيفن نفسه في بيته مع زوجته اللي بتكون حامل وبيحكي لها انه مش فاكر ازاي جي البيت وازاي تصلحه وحتى مش بيكون فاكر ازاي خرج من هي الهوس فبتقوله زوجته انه شخص اناني ما بيفتكرش حاجة غير لما يكتبها على الورق وساعتها بس ممكن يحس انها حقيقية ويعترف بوجودها وبتقوله انه عبارة عن شخص جعان بيأكل كل اللي حواليه جزء جزء حد ما يخلص عليهم وبتكمل وبتقوله انه بنته كمان هتطلع شبه وفجأة بينتشر العفن حوالين بطنها وبتتحول عينيها للون الابيض في الوقت ده بتوصل شيرل وثيودورا اللي بيجذبهم البيت ناحية الغرفة وبيشوفوا ستيفن ولوك وهم مغم عليهم في الارض وفجأة بتظهر بوبي وبتخبطهم نفس الخبطة واللي بسببها بيغم عليهم وفي الوقت ده في احلام ستيفن بتظهر نيل جنبه وبتشده ناحيتها وبيفوق ستيفن بسببها وبيشوف اخواته حواليه ومن بينهم لوك اللي بيبقى ميت فبيحاول يعمله انعاش في الوقت ده بتغرق شيرل في خيالتها وبتفتكر اسوأ لحظة في حياتها وهي لحظة خيانتها لزوجها وبيقف قدامها الشخص اللي خانت جزءها معاه واللي بيواجهها بعيوبها وبيقولها انها فاكرة نفسها شخص مثالي على الرغم من انها خينة وفجأة بتلاقي شيرل نفسها في جنازتها ومعها زوجها اللي بيقولها انه شافها وهي مع واحد غيره في الفندوق وبعدها بتقرب شيرل من جثتها مع الشخص المسؤول عندها جيز الجسس واللي بيقولها ان الجثة جميلة من برة لكنها فزدة وقبيحة من جوة وبتشوف شيرل نفسها وهي ميتة وفجأة بتصحى من الموت وبتقطع وشها الجميل عشان توريها بشعتها الداخلية وفجأة بتظهر نيل جنب شيرل وبتشدها من ايدها وبتخليها تفوق وبتسحى شيرل وبتحاول تساعد ستيفن في انعاش لك في الوقت ده بتغرق سيدورة كمان في احلامها وبتواجه اسوأ مخاوفها وهي ان اللي حولها يلمسوها وبتكون عارفة ان موهبتها هي لعنتها وبتلاقي حولها عدد كبير من الاياد اللي بتحاول تلمسها وبتصرخ سيدورة من اللي بتحسه وبتشوفه بسبب لمسها لحد ما بتظهر نيل وهي بتمدلها ايدها وبتنقذها وبتفوق سيدورة وبتشوف اخوتهم ما بيحاولوا يفوألوك لحد ما بيفقدوا الامل وفجأة بتظهر قدامهم نيل واللي بتقولهم انها فهمت كل حاجة بتحكي لهم عن والدتهم اللي كانت دايما بتقول ان كل بيت عنده قلب لكن العضو القارب للغرفة دي المعدة بمعنى ان الغرفة الحمراء هي معدة البيت اللي اكلت اللي قبلهم ودلوقتي كمان بتحاول تتغذى عليهم وانا اول واحدة راح تضحيته هي والدتهم وبعدها هي تحكي انها حاسة انها وجبة صغيرة في بطن الوحش وبتكمل وبتقول ان كل واحد فيهم دخل الغرفة دي في وقت معين وسمح لها بنفسه تاكل جزء منه وبتقولهم ان الغرفة دي هي نفسها غرفة القراءة بتاعت والدتهم وكمان غرفة الالعاب بتاعتها وفي نفس الوقت بيت الشجرة بالنسبة لستيفن ولوك وكمان غرفة الرأس لثيودورة وبتكمل نيل وبتقولهم ان الغرفة كانت بتفتح نفسها لكل واحد فيهم بشكل جديد عشان يحس فيها بالراحة ويفضل فيها اطول وقت ممكن لكنهم لازم يتعاونوا عشان يخرجوا من البيت ده سوا وبتقولهم انها مسامحاهم وان المغفرة بتحمل معنى دافي وجميل زي الدمعة اللي بتنزل على الخد وسط الحزن وبتقولهم انهم اول ما يحسوا بمعنى المغفرة هيقدروا يسمحوا بعض بسهولة وده لان الاهم هو حبهم لبعضهم ومبادلتهم لبعض نفس الحب اما الباقي فهو عبارة عن قصصات ورقية في حياتهم ومجرد موقف ملاش معنا في الوقت ده بيلاي لوك نفسه مع والدته في نفس المشهد اللي كان معها فيه اخر مرة وبيلاي نيل وابي جيل في الغرفة مع والدته ومعهم الشاي وبتحاول والدته تقنعه يقعد معيهم لكن نيل بتشجعه يهرب وبتترجعه يمشي فبتتخلق معها والدته وبتقولها انها كده مش بتحب اخوها وبتقنع اللي نور لوك انها انقذته من العلم اللي عنا فيه كتير وانها كان المفروض تنقذهم من زمان لكن لوك بيقولها انه مش عايز يموت وفجأة بيفوق لوك وما بيصدقش اخواته عنيهم لكن بيعرفوا انهم لازم ينقولوا المستشفى لكنهم مش بيبقوا عارفين ازاي هيخرجوا في الوقت ده وبرى الغرفة بيفوق هيو وبيلاي زوجته قدامه واللي بتحاول تقنعه انها حبست اطفالها في الغرفة عشان تحميهم من العالم وبتلموا انه اخدهم منها وكان سبب في ضياعهم ومعاناتهم فبيقولها هيو ان اطفالهم من حقهم يعيشوا الحياة وكل مميزاتها وعيوبها وانهم مستحيل يقدروا يحموهم من كل حاجة لكنهم بس هيفضلوا جنبهم في كل الاوقات وانهم كأب وكأم مضطرين يتفرجوا على اطفالهم وهم بيفرحوا وبيزعلوا وهم بيعانوا وبيستمتعوا وحتى لو ماتوا لازم يستحملوا لان دي مهمتهم في الحياة وبيوعد الي نور انها لو فتحت له الباب بيفضل معاها هي ونيل الابد وبتفتح الي نور الباب وبيخرج الكل العربية وده معادة هيو اللي بيطلب من ستيفن يفضل معاه وبيقرر هيو الاول مرة يحكي لستيفن كل اللي حصل وبنرجع بالزمن بعد ما بيرجع هيو من الفندوق اللي ساب فيه اطفاله وهناك بيلاقي جثت زوجته اللي بتكون وقت من عالسلم وفجأة بتظهر كلارا مع زوجها وبينهاره اول ما بيشوفوا اللي نور وهي ميتها فبيسألهم هيو عن سبب وجودهم فبيقولوله انهم مش لقين بنتهم وانهم بيخاملوا انها في البيت وبينهار هيو وبيعرف ان بنتهم هي نفسها أبي جيل اللي زوجته قتلتها وبينهار الاب والام على موت بنتهم لكن فجأة بتظهر قدامهم ويا سليمة وده لان البيت اكر روحة في مقابل انها تفضل في حيقتها للأبد فبيطلب والد والدة ابي جيل ان هيو يسيبهم عايشين في البيت وده عشان يفضلهم مع بنتهم طول العمر وبيوافق هيو في مقابل انهم يفضلهم خبين حقيقة ان زوجته هي اللي قتلت طفلتهم وحاولت كمان تقتل اطفالها ونرجع لستيفن اللي بيتصدم اول ما بيعرف الحقيقة وبيندم على السنين اللي ضيعها في بعده عن والده اللي فضل محافظ على صورة والدتهم في عينهم على حساب نفسه وبيبقى وافق انه يفضل في نظرهم قاتل وانان يتخلى عن زوجته في مرضها وفجأة بيشوف ستيفن والده هيو وهو ميت على الارض وبيعرف ان اللي معاه هو روح والده اللي قرر يضحب حياته عشان يطلعهم من الغرفة وبتتفتح الغرفة الحمرة وبتظهر فيها اللي نور ومها ابي جيل ونيل وبيدخل معهم هيو اللي بيودع ستيفن وبيطلب منه يحفظ السر لحد ما يموت وبيخلص اخيرا كابوس الهوس وبيرجع كل اخ لحياته وبيحاول يصلحها بعد ما بيقدر اخيرا يهد الاسوار اللي بناها خياله ويهدم الاشباح اللي عاشتوا لعمره معاها وقرر يحب ويسامح زي ما تعلم من اخته نيل ومن والدته قلي نور وبيواجه كل اخ ماضي وبيقدر يتخلص منه واخيرا بيحس كل واحد فيهم انه تولد من اول وجديد الفيديو ده كتبته مريم ابراهيم وسجله محمد طاهر ده اللي هو انا يعني ومنتجه محمود طاهر وما تنسوش تعملوا فولو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفولو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفولو صفحة هكونة مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الانيمي والكارتون سلام